السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك في فيديو مهم ومميز ليه مهم وليه مميز مهم لانه هيعرفك ازاي تبتدي في العادات الصحية تبتدي في ممارسة الرياضة تبتدي في تتبع موضوع التغذية بتاعك تبتدي في ان انت تحسن من جودة صحتك وجودة حياتك النهاردة هنتكلم عن خطوات ازاي ابدأ وايه الاهم ان انا ازبط موضوع التغذية ولا موضوع التمرين ولا ابتدي بايه بالزبط طب وكل واحد ايه اللي المفروض اعملو فيه دوت ان شاء الله كله هنقشو في الفيديو دوت هتطلع من الفيديو دوت وانت عارف تبتدي ازاي وتبتدي منين اهلا بك من تاني ونبتدي باول نقطة معانا وهي انك ما تبتديش في كل حاجة في وقت واحد ليه ما تبتديش في كل حاجة في وقت واحد اولا علشان ان الحاجات البايوت بتاعتها والاهمية بتاعتها هتختلف من حاجة للتانية ثانيا وده الاهم وهو علشان لو ابتديت في كل حاجة في وقت واحد انت هتبطل لا محالة طيب الحل الحل انك تبتدي بكل حاجة على حدة يعني همسك موضوع التدريب هبتدي بيه هو الاول مسلا على سبيل المثال علشان ازبط وساستم نفسي على التمرين ازبط وساستم نفسي ان انا اصلا شخص بتاديه تتمرد بعدها بفترة ما ابتدي في موضوع التغذية ابتدي في موضوع التغذية اقسمه المراحل ابتدي ازبط وساستم نفسي ان انا ما كلش بره ابتدي ازبط وساستم نفسي بعد فترة ان انا مدخلش سكر ابتدي ازبط وساستم نفسي بعد فترة ان انا هتم بمصادر القرب بتاعتي ابتدي ازبط وساستم نفسي بعد فترة ان انا وجباتي كلها لازم يكون فيها بروتين كده وهكذا واحدة واحدة استبى استبى محدش من الجموية الجمديني اللي بروح الجم كل يوم اللي اكله صحي اللي بينام بدري اللي بياخد مكملاته اللي ماشي على نظام حياة صحية ما حدش تبتدى في كل حاجة مرة واحدة بتبتدي بحاجة حاجة تبني لبنة لبنة في جدار الصحة بتاعك لحد بعد فترة ما تلاقي روتين العام بتاعك روتين صحي تلاقي بتاعك هو صحي او بقى اول حاجة ما تبتديش بكل حاجة في وقت واحد لازم تقسم وتبتدي بكل حاجة على حدة طيب ده هياخدنا للنقطة التانية ابتدي بايه يعني اوكي انا مش ابتدي في كل حاجة في وقت واحد تبقى اعمل ايه بقى ايه اهم خطوة ابتدي بيها انا واحد ابيض اكل كله او اي ان كان يعني بكل اكله خلاص يعني تانية حاجة انا واحد ما باطمنتش عمر ما دخلت جيم ثالث حاجة واحد عمرنا جبت عد ضغطة حتى في البيت انا واحد على اللبات اعمل ايه وابتدي منين وهي دي النقطة التانية وهو انك تبتدي بالتدريب اولا تبتدي بتثبيت عادة التدريب الرياضي اولا ليه طيب علشان حاجتين اول حاجة ان التغذية الاهتمام بالتغذية اكثر صعوبة واكثر تفاصيل واكثر تشعبا يعني داخل في حياة كتير اوي وداخل في حاجات بتتعرض لها كل ساعة وهو الاتل وهو الروتين الحياة عموما تمام فانت لو ابتدي بي هتتعقد هتبطل هتتعقد مش هتاخد اي خطوة قدام تانية حاجة علشان النظام الرياضي او الاهتمام بالرياضة وتثبيت عادة الرياضة اولا هي هتقودك بعد كده لباقي العادات الصحية يعني انت لو بتروح تتمرا و بتقدي كويس وبتتمرا جامد هتبقى مستخصر انك تاكل اي اكل وخلاص مستخصر تضيع المجهود اللي انت بتعمله فهتضطر ان تتضبط اكلك هتبقى مستخصر ان انت تنام متأخر فتضيع اللي انت بتعمله في الجيم فده هيخليك تضبط ان انت انت تنام بدري تمام هتقوم مستخصر ان انت بعد كل اللي عملته ده مجهودك ده يروح فهتبطر تاخد مكملات وتضبط الروتين الصحي بتاعك عموما فالاهتمام بالرياضة اولا الاهتمام بالرياضة اولا هيشين من على افاك موضوع ان انت تهتمل بالتغذية وتعقد نفسك في البداية وكمان هو ربنا هيجعله سبب في انه هو يجيب لك بقية العادات الصحية في روتين يومك طيب انا اهتمت بالرياضة اولا اعمل ايه طيب في موضوع الرياضة اعمل ايه هو حاجة واحدة بس وهو ان انت تستمر على التدريب الرياضي ايا كان الوضع وفي اي مكان يعني هستمر على التدريب الرياضي لو انا اشتركت في جيم هستمر روح الجيم ايا كان الوضع على حسب الايام اللي انا حددتها وده بيرجع لحسب اهدافك والكلام ده كله يعني مش خاص بالموضوع الفيديو دوت كلام دوت تزبطه مع الكوتش اللي معك في الجيم او مع نفسك او ايا كان اهتم باني استمر على الرياضة في الجيم ايا كان الوضع طب انا لا اخترت ان اتمران في البيت يبقى اهتم باني استمر على ممارسة الرياضة في البيت ايا كان الوضع يبقى ايا كان الوضع وايا كان المكان اللي انا اخترته انها مارس فيه رياضة لازم استمر على الموضوع دوت الخطوة اللي بعد كده ايه المؤشر وايه الحاجة اللي تديني تولع اللمبة كده وتعرفني انا الوضع دوه تمام مستعد للخطوة القادمة في مؤشرين المؤشرين دول هم اللي بناء على واحد فيهم هتحدد اذا كنت انت كده تمام ومستعد تاخد الخطوة اللي بعدها وتهتم بالحاجة اللي بعدها ولا لسه شوية اهتم بالحاجة ديت وسبتها الاول المؤشرين دول هم الاستمرار او الادمان يعني ياما استمر على مسلا هنقول اول حاجة عايزين نثبتها عندنا هي عادة ممارسة الرياضة ياما اني استمر على عادة ممارسة الرياضة لفتوة لا تقل عن ثلاث شهور لا تقل عن ثلاث شهور وبعد كده ابتدى افكر في اي حاجة تانية بعد كده ابتدى افكر في الخطوة القادمة ايه لكن طول ما انا لسه في اول ثلاث شهور انا لسه في الخطوة الاولة اتقنها الاول واهتم بيها الاول واهتم باني اسبتها وتصبح عادة من ضمن عاداتي يومية المستحيل اتخلي عنها الاول بعد كده ابتدي اشوف الخطوة اللي بعدية تمام يبقى اول مؤشر من المؤشرات هو الاستمرار ان استمر لمدة تلات شهور على الاقل. تاني مؤشر من المؤشرات هو الادمان. اني ادمن الحاجة اللي بعملها. يعني على سبيل المثال لو انا في خطوة بناء نظام غذائي خالي من السكر. لو انا في خطوة بناء نظام غذائي خالي من السكر. الادمان هو ان انا ادمن عدم دخول السكر لجسمي. ادمن ان انا شخص ما باكلش سكر. يبقى انا ده بالنسبة لي الطبق فيه. ده بالنسبة لي ما قدرش اتخلى عنه. مسلا ادمن التدريب الرياضي. يبقى انا بالنسبة لي اليوم اللي اكسل فيه احس اني في حال غلط. اليوم اللي يجي لي ضغط شغل او ضغط مذاكرة موحشة مرم فيه ابقى مودي مش تمام. ليه? انا جسمي خلاص يتعود اقلم على هذا الوضع او تعود يتعلم على هذه العادة الجديدة. فهو لا يقدر ان هو يستغنى عنها. فانا هنا مضمن لهذه العادة الصحية. اخر نقطة معنا في الفيديو ده عايزين نتكلم عليها. وهي نقطة بيقع فيها اغلب المبتدئين. اللي لم يكن كل المبتدئين. وهو التشتت. طيب ايه الحل بتاع التشتت? التشتت في ايه? التشتت في كل حاجة. التشتت في عنظمة التدريب. التشتت في عنظمة التغذية. التشتت في اروح الصبح والروح بالليل انت ستوادة فااكل دا ولا öyle öyle ايه الاحسن و ايه الاحضل الخلية بتاعنا في الجملة واحدة بس وهي طول ما انت بتشوف نتيجة ما تغياش النظام بتاعك. ايا ان كان النظام ده اسواء نظام تدريب او نظام تغذية طول ما انت بتشوف نتيجة منه ما تغياش النظام بتاعك. طب النتيجة دي هي ايه? النتيجة دي هي اي تقدم بناء على حسب هدفك. واحد هدفه الضخامة غير واحد هدفه التنشيف غير واحد هدفه اه خسارة الوزن عموما ايا كان بقى اسوأ من دهون او من مصد يعني على حسب هدفك شوف النتيجة لو فيه نتيجة فيه تقدم ولو بسيط اوعى تغيق النظام اللي انت ماشي عليه دوت ليه علشان سببين اول سبب هو ان انت لو غيرت فانت كده قريدي ما اختبرتش النظام اللي انت ماشي عليه كويس وما جبتش اخره تمام فانت ما تعرفش هل هو ممكن يدفلك اصلا ولا لا تاني سبب هو انك تستفيد بكل خطوة بكل مرحلة اقصى استفادة ممكنة علشان لما تتقدم للامام مش تقدر انك تستفيد بالخطوات السابقة اضرب لك مثال علشان يتضح المقال دلوقتي انا دخلت الجم واحد مبتدئ بلعب بي الخمسة كيلو مسلا بلعب بها بانش مسلا تمام فانا وانا بلعب انا باستفيد فعلا من الخمسة كيلو دي طب انا لو حبيتها سكيب الخطوة دي ونطع الخطوة اللي بعدها هو النشيل عشرة كيلو او حبيتها سكيب الخطوة البيون وروح على تمامان م antid South by Bicarious وأساسي يعني ونطق على تمامان متقدم فانا في الحالة دية ان انا واستفادت من التمامان الاساسي او واستفادتش بالوزن القليل واستفادتش به اقصى استفادة الاقصى استفادة دي او الاستفادة بالوزن دوت والتمامان دوت في الوقت ده بس يعني انا بعد سنة مثلا لما يكون بالعب تلاتين ارابعين او لما يكون بلعب بعض التدريبات المتقدمة لما اجي لعب التامني الاساسي بالوزن القليل انا مش استفيد حاجة. فيام قصدي? فانت مرحلة استفادتك بهذا التدريب او بهذا النظام او ايا كان يعني انا بضرب مسال على موضوع التدريب. فانت مرحلة استفادتك بهذا التدريب في هذا الوقت فقط. مسلا في التغذية. في التغذية انا باكل بنظف الكربوهادريتس بتاعت شوية وبحاول ليزود شوية بروتين في اكل. بس. يعني ما باكلش اه كربوهادريتس مصنعة زي مسلا الفينو والمعجينات والكلام ده والسكر والكلام دوت وبحاول ان انا ازود البروتين شوية في اكل بس. في الحالة ديت في المرحلة ديت في الجو دوت كمبتدئ انت بتستفيد فعلا من البيت دي وبتستفيد من الستيب دي. طب لما اكون او لما اكون شخص بقال له سنتين تترى بيتمورن ويماشي اصلا على نظام ضيط. هل ان انا شوية بس ان انا نظف شوية القرب بتوعي وتزود شوية فروتين. هل انا هشوف نتيجة? لا طبعا مش هشوف نتيجة. فانت النتيجة هتشوفها مع ومع المحسوب بقى اللي بكل جرام وكل كالوري الكلام ده كله. فانا الوضع الاولاني او الوضع البدائي دوت هو نتيجته في البدايات بس. فما تغيرش نظامك ايا كان النظام طول ما انت بتشوف نتيجة واستفيد بكل خطوة في النظام بتاعك وبكل مرحلة في النظام بتاعك باقصى استفادة علشان لما تتقدم للامام مش هتقدر انك تستفيد باي حاجة من الحاجات اللي فاتتك. بس كده بيهنا نكون خلصنا الفيديو ياريت لو عجبك الفيديو تدي له لايك علشان ده بيعرفني نوع المحتوى اللي انتم بتفضلوه فاعمل منه محتوى ازياد. وكمان بيعرف الخوارزميات بتاعت اليوتيوب ان دوت حاجة مفيدة فيبتدي ينشره ويعرفه لناس اكتر. وكمان لو انت شايف ان الفيديو دوت مفيد لحد من زمالك او حد من قريبك او اي حد انت تعرفه فياريت تشارك الفيديو ده معي. اشترك في القناة وتفعل الجلس لان الفيديوهات القادمة هتفيدك جدا ان شاء الله. وما توفيكو الا بالله. عليه توكلته عليه. سلام عليكم.